كلما توغلنا في ملف سلامة الغذاء نتأكد أننا نقيم على جبل من الفساد هكذا وصف وزير الصحة والأبو فعور ما نعيشه اليوم من ملاحقة للفساد الغذائي والبحث عن السلامة الغذائية التي اتضح أنها متبخرة منذ سنوات خلت أبو فعور وبعد تقرير مفصل أعده فريق من وزارة الصحة منذ أسبوع نزل إلى مستودعات التوضيب في مطار بيروت الدولي مع وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ليؤكد ما جاء في التقرير فإذا بالمشهد على الأرض يوثق ما هو أخطر وصفة مزبلة وزريبة كانت أقل ما وجد الوزراء من تعبير لوصف المستودعات هذا لا يمكن أنه يقبل فيه أي بشري أي إنسان مهما كان لأنه المشهد اللي شفناه حقيقة بيأزز هذه البردات واللي شاهدناه هو غرف إعدام أنا سميتها قسم استلام وتسليم البضاعة للطيران غير مستوفي لأدنى شروط النظافية استلزم الصياني والتنظيف العاجل لتكونه ملجأ للقوارض والحشرات وهناك مواد غذائية مرمية منتهية الصلاحية منذ العام 1995 عن برلميد الإيست الدخول البضاعة موضوعة على طبال خشب ورفوف وتوظيبة غير مطابق غير مستوفي للشروط هناك بضاعة للتلف موضوعة بشكل عشوائي وغير مفصولة عن البضاعة الصالحة البريد المنطقة وصولا لبرد الجمرك هناك روائح كريهة جدا نتيجة استعمالها كبديل عن المراحيث إذا السمك محطوط مع اللحمة واللحمة محطوطة مع الدواء والدواء محطوط مع النفايات والنفايات مع اللحمة أي بلد هذا اللي نحن عايشين فيه حليب ومشتقاته صار له أشهر لبل سنوات مطروك أبو فعور وأذ عرض لما جاء في التقرير تحدث عن مشاهدات الوزيرين على الأرض أنا عندي صدع من اللي منفطت من الريحة أولا من الريحة الكريهة اللي بشعر حاله الواحد فيت على مزبلي حتى الشركة التي تؤمن الطعامة داخل المطار لم تستوفي الشروط الصحية الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي البي اي سي سي كمان مكان تحذير الطعام الأرضية غير نظيفة يجب العمل على التنظيف الفوري أثناء التحذير الجبن بالبراد مكشوفي موضوع على الرفوض فوقها الكريم ومواد غذائية أخرى يجب تعطيتها وتخصيص براد لوضعها مفصولة براد المواد الغذائية حرارته 7.4 درجة مئوية وأخرى 8 درجات مئوية يجب أن تكون من 0 إلى 4 درجات الزبدة موضوعة خارج البراد بكيس النفايات وضع الأرضية والأسقف يلزمها صياني سلات المهملات المفتوحة إلى ما هناك أبو فعور اتخذ خلال المؤتمر قرارات أبعد من توجيه كتاب أو انذار اليوم سأصدر قرار بالحجز على كل الأدوية الموجودة في هذه المستودعات ومنع دخالها للبنان سأطلب من الجهات المختصة أبعد الصلاحية 8 الحجز على كل المواد الغذائية الموجودة بهذه الأمكة استصدار قرار إقفال فوري لمستودعات التبريد الكائني في الطابق الصفلي في الحرام الجمهوركي هذه الإجراءات كتير منيحة أنا بدي أطلب تحويل المسؤولين عن كل هذا الأمر للقضاء في مسؤوليته هذا اللي نزلنا تحت صورة نسأل مع احترامي لكل الشركات ولكل الناس هذا يقول ليس مسؤوليتي وهي ليس مسؤولية مسؤولية من تشيكيا مسؤولية السويد هذه مسؤوليتنا نحن الدولة اللبنانية والشركات العاملة بالمطار من جهته أكد زعيتر أن الإجراءات ستتخذ فورا وسيتم محاسبة كل المقصرين ليبرهن المؤتمر اليوم أن هذه المستودعات ما هي إلا جزء صغير جدا من مستودع قرف كبير نعيش فيه نحن اللبنانيون ترجمة نانسي قنقر